السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة كياد اليس مطبخ رقية اليوم إن شاء الله نحضروا عوضيتنا مجموعة من العصائر المنعشة هذ العصائر هذي اللي كنحتاجوا لها بزاف في هذ الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم هذ العصائر سهلة مهلة وما كتطلبش مكونات كتيرة وكذلك ما كتاخدش وقت كتير في توجد ما نطورش لكم يلا هم عيا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للعصير الأول غني نحتاج الخيار هذ الخيار كتقطعته دوائر ودرتهم في الكونجيلاتور وجبتهم غدا نطحنهم بالقشور ديالهم غني نحتاج بشر حمضة وحمضة مصورة كذلك غدا نحتاج ورقات ديال النعناع اللي سبقليا وغسلتهم كيميا من السكر واللي كيبقى لحساب الأضواق والسيرو ديال النعناع اللي ممكن تستغنوا عليه كذلك غدا نحتاج كيميا من الماء غدا ننزل هذ الخيار في الميكسر غدا نضيف له كاس ديال السيرو ديال النعناع كذلك عصير حمضة وغدا نصفي هذ الخيار في الميكسر غدا نضيف ورقات ديال النعناع وكذلك السكر وغدا نزيد كيميا من الماء وغدا نتحل عناصر كاملة وغدا نصفي هذ العصير باش نتخلص من هذوك تكتولات ديال الخيار من نعناع حتى كنحصلو عليه على هذ الشكل هذا بالنسبة للعصير الثاني سنحتاج نص بالطيخة أو السويلة كيف ما كنقولو عصير جوج حمضات مع البشر ديالهم القليل من سكنجبير ممكن تعودوه بسكنجبير الطري يكون أحسن أنا ما توفرش عندي سنحتاج كيميا من السكر السكر دائما كيبقى لحساب الأدواق والماء كذلك كيبقى لحساب العناصر اللي عندنا سننزل هذ العناصر كاملة في الميكسر نص بالطيخة القليل من سكنجبير القليل من السكر عصير جوج حمضات البشر ديالهم وغدا نزيد كيميا من الماء الجيد اللي غدا نتحن فيه هذ العناصر اللي عندي العصير ديالنا كيكون على هذ الشكل وغادي ندوزو العصير الثالث غادي نحتاجو فيه كيميا من دلح السيرو الأحمر أنا كنستعمل هاد النوع هادا ممكن كذلك تستغنو عليه وتعوضوه بالفريز او لرمان او لبهم زوج وغدا نحتاج القليل من الماء غدا ننزل هاد العناصر اللي عندي في الميكسر غدا ننزل دلح كذلك السيرو الأحمر والقليل من الماء وغدا نتحن العناصر كاملة وتيكون عندنا على هذ الشكل هذا بالنسبة للعصير الرابع غادي نحتاجو القليل من اللوز القليل من زنجلان اللي سبق لنا وحمرناه خمسة ديال التمرات اللي حيدنا لهم العظيمات ديالهم القليل من القرقاع القليل من العنب اليابس او الزبيب شوية ديال القرفة والقليل من الحليب نفس الشيء غدا ننزل هاد العناصر كاملة اللي عندي في الميكسر التمر واللوز والزنجلان الزبيب والقرقاع وكذلك غدا نضيف القليل من القرفة وغدا نضيف كذلك الكيمية اللي عندي ديال الحليب انا هنا العصير ما درتوش يعني بكمية كتيرة درت غير شوية شوية من الحاجة غدا نطحن هاد العناصر اللي عندي حتى كنحصل عليه على هاد الشكل هذا وتيكون هدا والشكل النهائي ديالعصائر ديولنا كدتمنى الافكار دياليوما تكون نالت اعجابكم كنتمنى نكون خفيفة تضل عليكم وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم وادمتم في رعاية الله وإلى اللقاء فكية دياليس